السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة كده مع بعض هنعمل طريقة ناكحة جدا جدا لخبز البورجر او خبز بطريقة ممتازة. وكمان الطريقة يا جماعة اقتصادية جدا. يعني هنعمله من غير حليب ومن غير زبدة. ومشاء الله زي ما انتم شايفين كده معايا هش جدا جدا. وعايز اقول لكم طعمه كان حلو قوي قوي. ان شاء الله هتجربوا الطريقة معايا وتطلع معكم ممتازة مليون في المية. يا ريت قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا. يا ريت تحطوا لايك للفيديو ده وانشيروا كده لكل اصحابنا. نبدأ كده مع بعض الطريقة. اول حاجة كده معايا طبق بالشكل ده. هبدأ كده حط فيه اول حاجة معايا كوباية من المية الدفية. زي ما قلت لكم مش هستخدم حليب خالص. هنستخدم النهاردة المية يا جماعة. وشوف النتيجة مع بعض هطلع معايا ما شاء الله ممتازة. معايا كده معلقة كبيرة من السكر. ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وكون معلقة ممسوحة ما تقطرش في الخميرة لان كتر الخميرة بيخلي العجنة طعمها مش كويس. ومعايا كده تلت معالق من الزيت. الزيت هنا ممكن تستخدم الزيت عادي زيت درة ما فيش مشكلة خالص. او ممكن تستخدم الزيت زيتون اللي انت حابة تستخدمه ما فيش مشكلة. تمام? ده بالنسبة للزيت. هنبدأ كده نقلب المكونات دي كده مع بعض. حد السكر ما يدوب معايا تماما. ولازم يا جماعة المية تكون دافية لان الجو طبعا بقى شتة. وعشان الخميرة تشتغل وتدفع المعاك على طول. كده خلاص انا دوبت السكر معايا كويس اوي والخميرة. هبدأ كده اضيف معايا دلوقتي بيضة. وبرضو البيضة دي هنقلبها مع بعض كده كويس جدا لحد ما تدوب معانا في الخليط. بالشكل انتو شايفينه ده. هي بيضة واحدة بس. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يا جماعة المقادير بسيطة جدا جدا. وطبعا موجودة في كل بيت. السكر المية البيضة. يعني مفيش اسهل بقى من كده. ودي ايه. وهتعملي احلى خبز دي ما شاء الله ينفع للساندودشات ينفع لو هتعملي هامبورجر. ما شاء الله حلو جدا جدا يعني. كده خلاص انا دوبت البيضة معايا كوي. دلوقتي هبدأ كده اجهز معايا الدي. كمية الدي اللي هستخدمها معايا جماعة تلت كبات ونص من الدي. بس طبعا انت بتستخدمي بالتدريج. زي ما انتم عارفين في دي بيشرب السويل وفي دقيق لا. تمام? انا بنزل كده بكمية من الدي وببدأ اعجن وبزود كده معايا واحدة واحدة. لحد العجنة ما تتكون معايا. الدي طبعا يا جماعة بكون نخلاك كويس قوي. احنا كده احط على الدي رشة خفيفة من الملح. حوالي ربع معلقة. ونبدأ كده نعجب مع بعض. طريقته سهلة جدا جدا. مش محتاج معايا عجن خالص. ما شاء الله العجنة يعني بتتكون معايا على طول. انا بعجب معاكم اهو. طبعا العجن يا جماعة بياخد معايا من سبع لعشر دقايق لحد ما تتكون معاك عجينة. العجينة بقى عشان تكون نجحة معاك لازم تكون فيها تلزيئة. ليه بقى? لان عجين الشتة بيختلف خالص عن عجين الصيف. في الصيف لازم العجين يكون يابس معاك لان الجو بيبقى حار. تمام? لكن في الشتة لازم العجينة تكون فيها تلزيئة كده لان الجو بطبيعة الحل بيكون سائع. فالعجينة مهما تكون ملزاقة معاكي هتطلع معاكي نجحة بالعكس بتطلع معاكي هشة جدا. فزي ما انتو شايفين كده معايا العجينة فيها تلزيئة وعايز اقول لكم ده سبب في هشاشة العجينة. لكن لما بتخليها يبسى اوي في الشتاء ما بتطلع معاكي مكتومة بتطلع معاكي مش حلوة خالص. حين انا بوريك قدي العجينة بتلزق في ايديا وده للسبب ان العجينة اطلع معانا هشة جدا. ما تكونش مكتومة. بغطي كده العجين معايا بمفرز سيليكون تقدر تغطيه بكيس عادي جدا او بستريتش. وطبعا بغطيه برضو بفوطة. مدة التخمير يا جماعة على حسب اول ما بتلاقي العجينة اختمرت معاك على حسب طبعا ايه? اتجو المكان عندك. بياخد حوالي ساعة معانا. ده كده شكل العجين ما شاء الله تبارك الله يعني بعد ما اختمر العجين ناكحة جدا جدا الله اكبر زي ما انتو شايفين كده. حلوة اوي اوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي كده معانا على الرخامة. حاطي كده رشة من الدقيق. وهبدأ يقسم كده العجين معي. طبعا قطع العجين على حسب ما انت عايز عايزها كبير او صغير. لو هتعمل همبورجر عايزة حجمه كبير. لو عايزة تعمل ليه زي سندوشات العادي للاولاد. دي حاجة ترجع لك مفيش مشكلة. لو عايزة كله مقاس واحد بالميزان كده. توزيني قطع العجين بحيس كلهم يطلعوا كلهم مقاس واحد. ده لو انت عايزة المقاس يعني ايه بالزبط ازي اللي بجميه من بره. انا كده بقسم عادي عشوائي كده يعني مفيش مشكلة احنا نعمله للبيت مش لازم يبقى كله مقاس واحد. دي حاجة ايه ترجع لك زي ما قلتلك. هنبدأ كده نقط قطعة العجين معانا وندخلها كده على جوه. اسهل حاجة ممكن تعملها هو خبز القيزة. يعني مفيش مجهود خالص وطريقته سهلة جدا جدا. تشكيله سهل جدا. يمكن غير الفينه خالص. معي بقى دلوقتي كده ساكفر. حتى كده عليه ورقة من الزبدة. ومعي كده طبق في حليب. بالشكل ده. ومعي طبق في سمسم. وهنبدأ كده بقى ايه? نحط السمسم كده على العجينة بتاعتنا. هنحطه ازاي بالشكل ان شايفينه ده? باخد كده قطعة العجين معانا. تمام? وابدأ كده احطها كده في الطبق اللي فيه حليب. وبطلعها كده من الطبق اللي فيه حليب. بحطها كده في الطبق اللي فيه سمسم. وابدأ ابطتها في ايديه. طريقة سهلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده ما بياخدش معانا وقت خالص. بالشكل انتوا شايفينه ده. طبعا يا جماعة. سج الفرن انا حتى فيه ورق زبدة عشان فيه ناس بقاردوا بتسألني ورق الزبدة هل مهم من ورق الزبدة او لازم? لا مش لازم خالص. تقدر تستخدمي اي سج الاموني عندك. وتسوية الاموني عايز اقول لكم ممتازة. بتوزع الحرارة كويس جدا جدا. مش لازم سج الفرن خالص ومش لازم ورق زبدة. ورق الزبدة كل الفكرة ان هو مش بيبهدل معاك الصاق او الصينية اللي انت بتستخدميها. مش اكتر. يعني بالنسبة للوصف بتاعتنا مش لازم ايه ورق زبدة خالص. بالنسبة طبعا لورق الزبدة يا جماعة ندهنا كده مسحة من الزيت عشان برضو فيه ناس بتسأل السؤال ده. لازم طبعا ادهنه عشان العجينة ما تلزقش معي. انا هنا بشكل العجين قدامك اهو مش هالله زي ما انو شايفين كده. الطريقة مفيش بقى اسهل من كده. سهلة جدا جدا. طيب لو انا مش عايزها بسمسم خالص في ناس ما بتحبش السمسم عادي. ممكن تستخدمي حبة البركة. لو انت حب حبة البركة. ممكن تستخدمي سادة. طيب لو انا عايز استخدمه مسلا بحبة البركة. مش عايز ادهن بالحليب. عايز ادهن بالبيض. مفيش مشكلة تدهني بالبيض. البيض كده بتحطيه لي ورشة من الخل ورشة من الفانيليا. تمام? وبفرشة كده وبتدهني. بعد كده بترشي حبة البركة او تسيبيه سادة خالص. دي حاجة ترجع لي. بس انا بالنسبالي يا جماعة بحب الحليب. ما بحبش البيض اوي عشان زفرت البيض. يبقى التغطية هنا يا جماعة ترجع لكم. لو بتحبوا البيض ماشي. لو عايزين تدهنوا بالحليب زي ما انا عملت كده مفيش مشكلة خالص. دي حاجة ترجع لكم. الطريقة زي ما انتم شايفين كده سهلة جدا ما شاء الله. كده خلاص. انا هخلص طبعا الكمية كلها كده بنفس الطريقة. وبعد كده بنبدأ نعمل ايه? بنبدأ كده مبطط العجينة معي انا تبطيتة خفيفة اوي. تمام? بس مش اكتر من كده. في نقطة حابة نبع عليها. عشان المكبوزات يا جماعة تطلع معاكم ناجحة جدا جدا. لازم تدخل على فرن ساخن جدا جدا. انا هنا كده ببطت العجينة معي اهو طبطيتة خفيفة اوي. ليه يا جماعة المكبوزات لازم تدخل على فرن ساخن جدا. لان لو دخلت على فرن هادي العجينة هتنشف معاك. يبقى لو هتعمل بيتزة هتعمل فطيرة هتعمل اي مكبوزات لازم درجة حرارة الفرن قبل ما تدقى تدخلي لحاجة بتاعتك لازم تكون مسخنة الفرن معاك. ومتاخدش معاك الوقت خارس بالعكس ما بتكملش عشر خمستاشر دقيقة. وماشاء الله بتطلع الحاجة زي الفل معاك. لكن لو دخلتها على فرن بارد هتنشف منك. هنا العجينة ما شايفين كده عشان مرتاحة ومغدومة صح. ما شاء الله بتتفرد معي تحت ايديا كويس جدا. بعد خلاص كده ما بطتها كده تبطيتها خفيفة. هبدأ اغطيها معي برضو بمفرش السيليكون وبالفوطة تمام. هسيبها كده ترتاع عشر دقايق. وهبدأ اشغل الفرن بتاعي عشان زي ما قلت لكم يبقى سخن كدا. وبعد كان ابدأ ادخل كده ايه الخبز بتاعنا. بالشكل كده ده انا خلاص كده خلصته. وطبعا كده ايه غطيته معي. ووريكم شكله بعد ما اختمر معي بقى شكله ازاي. ده شكله كده بعد ما عد عليه اكتر من عشر دقايق. وطبعا الفرن معي انا سخنته كويس جدا زي ما قلت لكم. وهبدأ كده ادخل المجبوزات بتاعتي. كده خلاص ما شاء الله هو اختمر. عايز اقول لكم بالضبط عشر دقايق كم استوي. اول ما بتلاقيه كده لون من تحت. بتبدأ تفتحي على الشواية. ومشاء الله كده بيطلع معاكي. ما شاء الله حلوي جدا جدا. طبارك الله يعني بيبقى طاري. وما بينشافش في الفرن خالص. كده خلاص الخبز بتاعنا كده خرجته من الفرن بالشكل ده. عايز اقول لكم في المرحلة دي كان سخني جدا جدا. لسه مخرجة حالا. انا بوريكي التسوية هي. مشاء الله من تحته من فوق. ومشاء الله طاري جدا ولسه مغططوش. طبعا يا جماعة اي مغبوزات بتخرج من الفرن لازم تغطيها. قال لي حاجة مسلا من خمس لعشر دقايق عشان يبقى معاكي طاري. انا بوريكي اديه هو طاري ومشاء الله انا لسه مغططوش. طبعا بالزبط خمس دقايق وغطيته عشان اوريه لكم. عشان طبعا الاولاد كان عندين يتعشوا بيه. ما شاء الله زي ما تشايفين كده يعني حاجة يعني من الاخر. انا متأكدة انه يعجبكم جدا. حشيته طبعا معايا جبنة وحبيت اوريكم بعد ما حشيته جبنة. شكله من جواه عامل ازاي? هي التسوية معانا. ما شاء الله. اقتصادي جدا وسهل جدا. ومخدش معايا اي وقت خالص. وطعمه عايز اقول لكم يعني حلو قوي قوي. عجب الاولاد جدا. ان شاء الله هجربوا الوصف وتعجيبكم جدا. ياريت تحطوا لايك للفيديو ده. ونشوفكم على اخير ان شاء الله في وصفة جديدة. مع الف سلامة.